الحكومة السويسرية خفضت معدل النمو الاقتصادي الذي تتوقعه لهذا العام من 1.4% إلى 1% نتيجة للأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو المحللون الاقتصاديون اعتبروا أن شراء البنك المركزي الأوروبي لسندات دين غير كاف لمنع الأزمة الأوروبية من الامتداد إلى سويسرا حيث شهد النمو الاقتصادي كماشا مفاجئا في ربعها المالي الثاني ترجمة نانسي قنقر